أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات وذلك بمشاركة القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض فرص لاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي وأكد مدبولي أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الدعمة لهذا القطاع الحيوي كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج الترخيص المطلوبة للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية وخلال الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء بالقائمة المعدة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة وكلف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة لاستعراض الفرص الاستثمارية معها